بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم دلوقتي نتكلم على الرست جوينت هو الرست من الحاجات اللطيفة ما فوش حاجات كتيرة ولكن لابد من معرفة الأمور المتعلقة بي عشان نعمل الرست لازم يكون فيه سيرفيس كويل يحبزة لو كان سيرفيس كويل هو مخصوص عشان الرست نفسه يبقى يبقى كويس معظم الرست جوينت بتتحط والإيد وقفة على سفة لكن ما يجراش حاجة لو إحنا عملناه في البرونيشن أو في السوبينيشن ما يجراش حاجة المهم إن إحنا يكون المريض نايم مستريح ويكون الرست متثبت بحاجات عشان ما يتأزش وهي الانديكيشن زي نفس الحكاية البين والترومة والسويلينج وإذا كان فيه انفكشن أو تيومر الأجهزة طبعا نكون لكم عارفينها اللي هو الكروز دي امار اي والاوبين امار اي والاكستريمي دي امار اي جدع جدا في الرست وأهم حاجة اللي يهديكم ودي نقطة مهمة جدا هي موضوع الفيلدوفيو الجوينت الصغيرة اللي هي زي الرست وزي القلبو وزي الأنكل المفروض إن إحنا نستخدم فيلدوفيو صغير علشان خاطر بس الصور تطلع كويسة تنفع تتقري أما إن أنا أعمل الرست على فيلدوفيو عشرين سنتيه وزي ما بشوف تلاتة وعشرين سنتيه نعمالية صعبة جدا وبتصعب علينا الإراية بشكل مرعب وتقول لك دبما انت أكبر الصورة وشوف اللي على مزاجة معمرها ما بتطلع زي لما يكون الفيلدوفيو بالمزبوط فإحنا بنستغل إمكانيات الـ MR وهنعمل أجزة الوساجة وكورونا في الرست الكورونا المهم والأجزة المهم الساجة الحقيقة بنستخدمه للصوابع لو كان عندنا مشكلة في الفينجرز فالساجة من الحاجات المهمة لكن هو في الرست بعض الناس أوجدت له يعني بعض الحاجات لكن ديت مش وقع في النطاق بتاع ساعدتكم الرست الأول بنعمل أجزة والأجزة دوت بنعتبره زي الشمامة أو زي المانجا أو زي أي حاجة تعجبك وبنحدد درجة الميل بتاعته وبنعمل على الدرجة ديت بنعمل الكورونا وبعدين ناخد عمود عليها ونعمل الثاجة هما دولة الطريقة متاعة الرست بمنتهى البساطة اللي في الدنيا بتعتبر ان الأجزة زي الشمامة ونتشوف هو مميل ازاي لو كان عيدل خلاص عيدل لو كان مميل شوية تشوف درجة الميل موازي ليها يبقى كورونا العمودي عليها يبقى يبقى ساجد طبعا انت عارف ان الاسكفائد واحدة من الحاجات المهمة جدا في الرست والمعرضة للكسير من المشاكل وممكن انت تنشن عليها وتعمل مقاطع دي تبقى حزلقة يعني من عندك على الاسكفائد نفسها علشان تباين اذا كان فيها كسر اذا كان فيها باسكرا نكروزوس او او الحاجات اللي انت فاهمها طبعا طالع موضة دلوقتي موضوع التلاتة تسلا وانك انت لازم تعمل علشان الريزيبيوشن يبقى اعلى والكلام دوت كل الناس عارفة ان التلاتة تسلا ما بيضيفش حاجة كبرة جدا على الواحد ونص وده طبعا صورة الرس ومعمولة على سبعة تسلا وطبعا سبعة تسلا دي تجارب بس ومش في الكلينيكال براكس لان المريض ما بيقدرش استحمل الهاي فيلد دوت ويقعد جوا فترة الفحص لانه مؤذي جدا على الجسم الماجنيتك فيلد العالي جدا زي ما انا قلتلكوا قبل كده الحاجات اللي هي سودة في التي وان والتي تو اللي ستا اللي احنا عافظينها اللي هما وبعدين هنحط عليهم التريانجولار فيبرو كارتليش اللي هو الحتة دي المفروض ان الرست يبقى معمول بالسيرفس بتاع الريديس والسيرفس بتاع القلمة من حكمة ربنا ان السيرفس بتاع القلمة راجع لورا شوية والتوصيلة ديت بتتم عن طريق هذا الغضروف اللي هو يشبه قوي الديسك واسمه تريانجولار فيبرو كارتليش وهو تريانجل فعلا يعني مسلس بس في الاجزيل زي ما اوريلك بعد كده الحاجات اللي بتكون سودة في التي وان وبيضة في التي تو زي المية الحاجات اللي بتكون عكس المية ابيض في تي وان ويزود في تي تو زي الفات البرو سيكونس اللي احنا منستخدمها الحقيقة هي التي وان والستير كان فيه زمان الجريدينت مبططنا تقريبا نستخدمه لكن ما زال ممكن نستخدم التي تو ويتد اميج بس الحاجتين دولتهم اكتر حاجة احنا مركزين عليه ازاي بتعرف البولد سيكونس بلون البون مارو البون مارو ابيض يبقى تي وان اقل بياضا يبقى تي تو مسودة بابا يبقى استير اميج الاناتومي بتاع الرست ممكن تعتبر انه سهل وممكن تعتبر انه معقد على حسب امكانياتك الحالية اول حاجة في الرست هي الاناتومي بتتمفصل مع الريديس عن طريق حفرة كدوات موجودة في الريديس والحفرة دي بتتشاف كويس في الاكزيال اللي انت شايفها ديت كدوه ودي الهيد بتاعت بتاعت الالبو وبعدين دريديو كاربال جاينت اللي هو الخ关 بين الرديس ومن بين الكاربال بونز اللي هما الاسكافايد واللي نيت وبعدين دميت كاربال جوينت اللي هو الجوينت ما بين الصف الاولاني من الكاربال بونز والصف التاني من الكاربال بونز هما دولة التلات مفاصل اللي موجودين طبعا وقدام بقى هتلاقي الكاربوميتا كاربال اللي هو تمفصل الكاربال بونز مع الميتا كاربال وبعدين متا كاربو فالنجيل زي ما قلنا قبل كده في الارثروباسيز الريديو كاربال جوينت اللي هو ما بين الريديوس وما بين الكاربال بونز الكاربال بونز زي ما حفظناهم قبل كده اللي هم الاسكفايد والليونيت والتراكيترل وفقها البيزيفور وبعدين الترابيزيوم والترابيزايد والكابيتات والهامات اللي فيها عين كل الكلام ده قلناه أبلجين واللي بيكمل الارتكيلر سيرفس بتاع الريديوس هو التراهينجيلر فايبرو كاربال عندنا طبعا كمية ضخمة جدا من الليجيمينز اللي موجودة في الريست لكن احنا عاوزين نعرف اتنين فقط منه اللي هو الليجيمينت ما بين الاسكفايد والليونيت والليجيمينت اللي ما بين الليونيت والتراكيترل الليجيمينت اللي ما بين الليونيت والتراكيترل ممكن تغض الطرف عنه شوية لكن ما بين الاسكافايت والليونيت مهم دوت اسمه اسكافو ليونيت ليجامنت وهو في قوة الانتيري الكروشيت ليجامنت يعني ليجامنت محترم جدا جدا وده مكان الليجامنت التاني اللي هو اسمه لونو ترايكيترل اللي هو ما بين الليونيت والترايكيترل لما الاسكافو ليونيت ليجامنت بيطقطع المسافة ما بين الاسكافويد والليونيت بتوسع ودي ممكن تشوفها في الإكس ري فتلاقي أن المسافة ما بين العظم ومعضو متشابهة معادة العتة ديت وديت معناها أن الاسكافوليونيت ليجيمينت اللي كان مسك العظميتين دولت في بعض اتقطع فكل واحدة رحد في ناحية المسافة ديت اسمها اسكافوليونيت انتورفل يعني المسافة ما بين الاسكافويد وما بين الليونيت وسعت نتيجة أن اللي جيمينت تقطع اللي جيمينت بيتقطع بكذا طريقة ممكن يتفصل من عندي الليونيت وممكن يتفصل من عندي الاسكافويد وممكن يتشق من النص زي ما انت شايف كده اللي جيمينت ده مشقوق من النص بس الحاجات ديت بتبقى محتاجة أرتروغرافي علشان نعرف نشوفها كويس ومثلا هنا اللي جيمينت هو هو عملت زي المسلس عشان يعرف يدفس نفسه ما بين العظمتين فمقطوع من عند الاسكافويد وماسك من عند الليونيت الكتب بتقول ان المسكة بتاعته في الاسكافويد أضعف من المسكة بتاعته في الليونيت عشان كده ديت هي غالبا اللي بتتقطع ملناش نعوه احنا لنا ان اللي جيمينت تقطع والمسافة ما بين الاسكافويد واليونيت بقت أوسع ننجي بقى ليه الكاربل طانل الكاربل طانل اللي هو النفق اللي بيمر فيه بعض الحاجات اللي موجودة على الرست من قدام الكاربل طانل معمول عن طريق انت عارف الصف بتاع العظم اللي هو الأخراني اللي هو كان فيه ترابيزيوم وترابيزايد وكابيتيت وهاميت وقلت لك ان الهاميت مشهورة قوي بالهوك بتاعتها اللي هي عاملة زي الهوك فعلا كده الترابيزيوم عندها هوك بس صفيف دوت اسمه تيوبركل أو بدا ترابيزيوم ممكن تقول عليه الهوك ما يجيروش حاجة بس هو اسمه تيوبركل التيوبركل دوت والهوك ده بيتوصل ما بينهم منسيج ليفي اسمه دفليكسر ريتناكيل يعني الغشاء اللي بيغطي الكاربل طانل طيب الكاربل طانل دوت فيه ايه فيه التندونس التندونس دولت عبارة عن ايه الحاجات اللي بتتني الصوابع دفليكسرز دفليكسر الفليكسرز تندونس وفيه منهم تبعا اربعة باسمهم فليكسر ديجيتورم بروفاندس واربعة تانيين اسمهم فليكسر ديجيتورم سوبرفشيالس وانت مش مطلوب منك تعرف ده من ده خلص بتاتا كل المطلوب منك انك تعرف الرمادي ده لان الرمادي دوت مش تندون ده الميديا نيرف وهو ده اصل الكاربل طانل يعني الميديا نيرف لما يتزنق يحصل الكاربل طانل سندروم فبطريقة بسيطة مش حاوزة اعاد لك التانية لما تبص على الكاربل طانل بتدور على كورة رمادي ما هياش كورة سودة كورة السودة دي تندونز لكن دوت هو الميديا نيرف فوقيه على طول هتلاقي كورة سودة بس الكورة السودة دي مخصوصة بالصبع الكبير يعني كل دول فليكسر بس دوت فليكسر للصبع الكبير اسمه فليكسر بولسز لونكس عاوز تعرفه تعرفه مش عاوز بولسز يعني الصبع الكبير عاوز تعرفه يجوز مش عاوز ما فيش اي خضادة خالص في هذا الموضوع هي ديت الفليكسر رتناكل يبقى الفليكسر رتناكلم مشدود ما بين الهوك أوف هميت والتوبركل أوف دا تربيزي والزرقة دي هي النسيج اللي في اللي هو اسمه دا فليكسر رتناكلم واللي جوه دولت هم الفليكسر تندونز هلا بيلا 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 من ناشد عاوز واللي مش يسود فيهم اللي هو الرماضي شوية هو دوت الميديا نيرف وهذا النفع اسمه كربل طانل إذن لما اجي انا وبص على الرست ولقى الفليكسر رتناكلم يبقى القربل طانل ادور على الرماضي اللي فيهم يبقى دا الميديا نيرف يبقى دا الفليكسر بولسز لونغس بغض النظر لكن هو دا الاناتم دي يجي بقى الاناتمي اللي على ضهر الرست اللي على الرست من وراء هو دا معقد جدا لان كل واحدة من قدام عندها اتنين من وراء اللي هم الاكستنسورز اللي بيفردوا الرست وبالتالي احنا لما بنيجي نكتب التقارير بتشوف المصل او التندون اللي فيه مشكلة بعدين نفتح الكتاب ونشوف اسمه ايه ونبتدي نكتب التشخيص لكن انا مثلا مش هخبر عليك يعني انا حافظهم بس انت سيبقى صعب عليك جدا لانك تحفظهم من الكمية ضخمة جدا من الاسامي ومنتاش مطلوب منك يعني هذا الموضوع تمام يبقى احنا لما ننجي بقى للتريانجلر فايبرو كارترش وانا قلت لك انه هو مسلس بس في الاكزيل وهي دي الاكزيل ايميج وهو دا الالنر استيليويد بروسيس اللي هو ماسك فيه التريانجلر فايبرو كارترش والمسلس دا هو التريانجلر فايبرو كارترش التريانجلر فايبرو كارترش ماسك في الريدياس وماسك فيه الالنر استيليويد بروسيس زي ما انت شايف كده وهو اللي بيكمل السيرفس الارتيكيلر سيرفس مع العجم دا ودي طبعا الاسكافايد والليونيت والتراكيترام زي ما انت راسي هذا التريانجلر فايبرو كارترش المفروض ماسك بفتلتين بغض النظر في الالنر استيليويد بروسيس وماسك بفتلة واحدة في الريدياس وبيفصل الجوينت دا من الجوينت دا الجوينت دا اسمه ديست الريديو ارنر جوينت والجوينت دا اسمه ريديو كاربال جوينت فلما يكون فيه مية هنا والمية انتقلت لهنا يبقى معنى كده انه التريانجلر فايبرو كارترش خربه دا هو التريانجلر فايبرو كارترش في المكان الطبيعي بتاعه هنا هوت الاسكفايد وهنا اليونيت وهنا التريكيترل ودوت التريانجلر فايبرو كارترش لما التريانجلر فايبرو كارترش يخرب العلاقة ما بين الريدياس والالنر بتختل فتبقى اللي اللي حصل ممكن يحصل ان القلنة تطلع لقدام او ترجع لورا على حسن لكن فيه طريقة التريانجلر فايبرو كارترش ممكن يتقطع عند الريدياس وممكن يتقطع عند القلنة والكتب بتقول ان القطع اللي عند الريدياس بيكون غالبا تروماتيك وانا عشان انت تحفظهم الترومة فيها ريه والريدياس فيها ريه اما القطع اللي بيكون عند القلنة فبيكون ديجينرتف والديجينرتف فيها نون والقلنة فيها نون بغض النظر ان مناش دعوة دا تروماتيك ولا ديجينرتف احنا لنا نعوة ان هو تقطع وخلاص فانت عندك هنا في الصورة قدي التريانجلر فايبرو كارترش المفروض يكمل لحد هنا عشان يمسك في الريدياس بقى فيه فاجوة جامدة جدا في التريانجلر فايبرو كارترش يبقى مطوع مطوع من عند اني ناحية من عند الريدياس دا هوت واحد من الجماعة بتاع المصارعة والتريانجلر فايبرو كارترش اتقطع في النص اتخرم هنا في النص الحتة دي تسليمة والحتة دي تسليمة وفيه قطع في النص خلال المياه اللي هنا تشر هنا ما دا هوت اسمه سنترال تير او سنترال ديسك تير بغض النظر لكن اللي انا عاوز اقوله لك ان التريانجلر فايبرو كارترش ممكن يتقطع من هنا او من هنا او من النص وده هوت سنترال برفوريشن او سنترال تير موجود في التريانجلر فايبرو كارترش عندنا حاجة اسمها ألنر فاريينز يعني علاقة الألنر بالريديس يفترض ان هما الاتنين قريبين من بعض لكن لما الألنر تنزل لتاعت اسمها نيجاتيف ألنر فاريينز لما الألنر تفط له قدام كده شوية اسمها بوزتيف ألنر فاريينز يبقى لما تكون رجعة عن الارتيكيلر سيرفس بتاع الريديس اسمها نيجاتيف ولما تكون بظة عن الارتيكيلر سيرفس بتاع الريديس اسمها بوزتيف ألنر فاريينز طيب من الشخصية اللي موجود في الحتة ديه التريانجلر فايبرو كارترش فهو اللي واقع في الخناقة ما بين الاتنين دون فلما الألنر تطلع له قدام كده يبقى اسمه بوزتيف ألنر فاريينز والتريانجلر فايبرو كارترش ممطوط على الاخر خالص بس لسه سليم مجرلوش حال فديت بسمها بوزتيف ألنر فاريينز وديفورمتي او ستريتشنج او تريانجلر فايبرو كارترش ساحات لما الألنر تطلع له قدام بتقابل في وشها اللي يونيت بو فتقعد تطقش فيها تطقش فيها تطقش فيها من اللي في النص التريانجلر فايبرو كارترش؟ فالليونيت بتتأثر والتريانجلر فايبرو كارترش بيتأثر الحاكتين دلت مع بعضهم اسمهم ألنر إمباكشن سندروم يعني الألنر زنقت الريدياس في الكورن زنقت الليونيت الألنر زنقت الليونيت اسمه ألنر إمباكشن سندروم عشان تجخص السندروم دوت لازم تكون الألنر طلعه القدام يعني بزتيف ألنر فاريينز ويكون فيه اتشينجز في الليونيت بون في الحتة اللي بتواجه الألنر على طول ويكون التريانجلر فايبرو كارترش مندايق جدا أو مقطوع هذه مثال الألنر طلعت له قدام والليونيت فيها بون مارو إديمة أسود في التيون عبيض في التيتو والتريانجلر فايبرو كارترش حتة سليمة والبقي كله مقطوع دوت اسمه ألنر إمباكشن سندروم بعض الكتب بتقول عليه ألنر أباطمنت سندروم بس الإمباكشن أسهل شوي المقادي التريانجلر فايبرو كارترش مقطوع من أول هنا لحد هنا والألنر طلعه بالنسبة للريدياس والليونيت في الحتة المقابل للألنر فيها بون مارو إديم نفس الحكاية هنا ما إحنا عندنا القلنا طلع لقدام اللي يونيت فيها مشاكل والتريانجلر فايبرو كارترش مقطوع نجي بقى لكاربال تانيل سندروم كاربال تانيل يعني الميديا النيرف مزنو أي حاجة في الكاربال تانيل ممكن تزنو الميديا النيرف مثل أن التندنز دول جي فيه متينوسينوفايتس وكله عبا مية أن حصل طلعت يومر جوه الكاربال تانيل لايبوما فايبروما بلولو لولولو أي حاجة من هذه الحاجات فبتزود الضغط جوه الكاربال تانيل من اللي ميحبش الضغط الألنر نيرف فالألنر نيرف ساعتها هيبتدي يزمجر وأول ما يزمجر بيبان عليه بعض العلامات أنه هو متدايق جدا هذا الكاربال تانيل مشهور قوي في الستات أكتر من الرجالة وممكن يكون بايلاترال في نص الحالات وغالبا الأفاريج إيج بتاعه بيكون حوالين الخمسة واربعين سنة الألنر نيرف علشان يكون متدايق بيحصل فيه أي حاجة من دول نيرف سويلنج يعني ينتفش نيرف فلاتنينج يعني يتبطط انكريز سيجنل في التي تو يعني بدال ما هو هروماضي في التي وان والتي تو يبقى أبيض وبعدين بوينج أوف دا فليكسور التناكلة فليكسور التناكلة مكتر الضغط بتتقوص وتتقوص كده دية العلامات بتاعت الكاربال تانيل فانت جيت هنا لقيت الميديا نيرف متبطط زي ما انت جايف كده والفليكسور التناكلة متقوص يبقى فيه كاربال تانيل أسباب الكاربال تانيل لا تعد ولا تحصى ولكن أشهر واحد على الإطلاق انه ملوش سبب يعني السبب بتاعه غير معروف لكن تينوساينوفايتس ممكن يعمل كده انفيناماتري ليجينز زي الروماطايد والجاوت وخلافه التيومرز زي النيوروفايبرومة والفايبرولايبومة وعنابش مين والفات اللي جوه الكاربال تانيل ممكن يكبر في الناس اللي عندهم اكروميجالي وهو عنده كبري في كل حتة فبالمرة يكون الفات كبير المهم يعني بغض النظر اذا كان السبب موجود او مش موجود فاحنا بنشخص الكاربال تانيل باربع حاجات الميديا نيرف نمرت واحد ياما يدخن ياما يرفع يعني يبقى سوالنج ياما فلاتنينج وبعدين السيجنال بتاعته تتغير من الرماضي الى البرائد سيجنال وبعدين الفريكسور التناكي لم تتقوص نيجي بقى دي العلامات بتاعت الايه؟ بتاعت الكاربال تانيل واحنا في المر بتاع الرست بنبقى محتاجين الأجزيال يكون فيه تي وان ويكون فيه تي تو او ستير على حسب الظرور عندنا ورم انا كنت فاكر زمان انه هو نادر الحدوث موجود في الميديا نيرف اسمه فايبرو لايبوما او فايبرو لايبومتاس همارتوما او دا ميديا نيرف من كلمة فايبرو يعني فايبرستيشو لايبوما يعني فات وهمارتوما يعني لخبطها ما بين الاتنين دولت وبعده النتيجة ان الميديا نيرف بيبقى انفلتريتد بفايبرستيشو وفات فالميديا نيرف اللي انت كنت شايفه سفيف جدا ايام زمان بقى قدت الحمار زي ما انت شايف كده كبير جدا ومبيض في التي وان ومبيض في التي تو نتيجة الفات اللي جواه وهتلاقيه منقط كده نتيجة ان الخطوط النقط السودة دي هي الفايبرز بتاعة الميديا نيرف اما البياضة اللي حواليه ديت فهي الفات اللي دخل جواه الميديا نيرف عندها تقولي يعني معقول الميديا نيرف يبقى 8-9-10 اضعاف حجمه هو دا اللي بيحصل دا ما يعتبرش ورم لانه هو يعني الهامارتومة على فكرة ما هيش ورم الهامارتومة معناها ان فيه normal cells بقت موجودة في abnormal location بغض النظر هذا البتاع بيشبهه بالسباكتة وطبعا الاسباكتة مش في الأجزة الاسباكتة في الكورونال او في السجد فانت متلاهي الخطوط السودة هي الفايبرز بتاعة النيرف اما البيضة ديت هي عبارة عن الفات اللي نزل جواه النيرف ومتستبعدش ابدا انك انت تشوف هذا الدزيز في الكلينيكال براكتس انا كنت تفكره شبه مستحيل لكن طلع انه بيتشاف كويس وانا شخصت اكتر من حالة منه في الحياة العملية السكافايت طبعا استفادنا في الكسور بتاعتها وقلنا ان الدم بيخشي لها من هنا وان الكسر بيقطع البلاد صبلاي عن الحتة دي فبتموت فبيحصل فيها اباسكرا نيكروز وقلنا ان علامة الاباسكرا نيكروزوس انها هتبقى سكيلوراتيك في الاكس ري والسي تي وتبقى سودة في التي وان والتي تو في الامر وده المنظر بتاع الفراكشر بتاع الاسكافايت وفيها اسكيلوروزيس اوف دا بروكسيم البول معناها ان فيه اباسكرا نيكروز وده وريتهولكو برضو قبل كدا الاسكافايت فيها بولمر اديمه اسود في التي وان وأبيض في التي تو معا Да الحتة دي اللية هتودة في التي وان واسودة في اليستير يعني معنى كدا ان فيه اباسكيرور نيكروز من الحدد كمان اللي بيحصل فيها أباسكر نيكروزيس الليونيت الليونيت الأباسكر نيكروزيس بتاعه اسمه كيم بوك ديزيز بغض النظر اسمه ليونيت أباسكر نيكروزيس وبيمر بأربع مراحل يشبه جدا جدا المراحل بتاعة الأنكل اللي هو التيلس فأول خطوة بيكون في بون مروديما والبون مروديما بيكون اسود في التي وان وبيكون أبيض في التي تو الخطوة اللي بعد كده بيكون فيه اسكيلروزيس والسكيلروزيس بيبان دنس في الإكس راي وبيبان اسود في التي وان وبيبان اسود في التي تو بعد كده يحصل فرجمنتاشن يعني تتفتفت الليونيت بون تماما اسمها كيم بوك ديزيز او اسمها ليونيت أباسكيلر نيكروزيس والطلينة بيسموها ليونيتو ماليشي ونكبر دماغك علشان خاطر ايه الحكاية ما تفلتش منك آخر حاجة انها تتفتفت يعني الاول بون مروديما وبعد كده اسكيلروزيس وبعدين كولابس وبعدين فرجمنتاشن يعني تتفتفت الجانجليون سيس اللي هي كورة مليانة سينوفيا الفلويند منتشر الحقيقة حوالين الرست من ضهر الرست ومن بطن الرست وكده وهو سهل جدا في التشخيص كورة مليانة مية اسود في تي وان وابيض في تي تو الكربال كواليجين زي الترس الكواليجين من اللي كان مسك في بعضيه في الأنكل كان التيلس مع الكالكينيس يجب عليك ايضا في التالية وهذا يجب عليك التبقى هي اللي كان هي ليونيت والتراكيترين اللي ليونيت والتراكيترين وبعد ان نكون هسكافايد في عضو rang كاربل كواليجن والتاني كان اسمه ترسل كواليجن